افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرولوس بمحافظة كفرشيخ والذي يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة وخلال الافتتاح دعا رئيس السيسي القطاع الخاص وشركة المحلية إلى المساهمة والاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء فكان السؤال بقوله وبسمعه للقطاع الخاص من أول المشروع ده متاح الدكتور مصطفى أيوة متاح لكم أنتم تخشوا فيه طبعا اللي عايز يتفضل والكلام ده بقوله في كل مشروع افتتحه عشان طب بتقول لي طب احنا ما ديتناش الفرصة من الأول ليه الفرصة طب ما كانت موجودة على مدى أربعين خمسين سنة دكتور حامد صحيح يا فرصة لا بأمانة يعني احفا مش كده هو بدأ في السبعينات بقى ياخد الحيذ الأكبر من الدراسات كانت في السبعينات التامانينات لكن هو قبل كده كمان يعني أنا عايز أقولك اكتشافات انت قلت 1922-1930 يعني بقى احنا عارفين ان في حاجة زي كده بمصر ولكن كإجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصة حاول ما جاتش فرصة مش حقول أي حاجة تانية لأن ما حدش أبداً هيبقى شافة ان في خير ويا دكتور مصطفى ولا بقى احنا بنزلم الآخرين وبنزلم نفسنا في الكلام لا اي حد في مصر مسؤول اي مكان موقعه هيبقى حريص على ان هو لو في مجال لخير هي ايه هيعمله لكن ما حصلش ما جاتش فرصة اقول ان فرصة جات بايه بان في ما صار احنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله وبقى فيه حاجة تشكلت وخرجت للنور في المشروع ده